نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنا مع عيد الميلاد المجيد وأوضح المركز الإعلامي أن أسعار اللحوم مستقرة ولم يترأ عليها أي زيادات مشددا على توفر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار كما أشار المركز الإعلامي إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات ومنع أي تلاعب بالأسعار أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوت اليوم فرقا طبية وفرقا لتطعيم ضد فيروس كورونا بكنائس محافظة أسيوت ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد كما صاحبت هذه الفرق الطبية فرقا للتواصل المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية تناول اللقاح وقد لاقت هذه الفرق إقبالا من المواطنين على التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس نحن هنا موجودين في كريست الشهيد أبادير معنا فريق للتسخيف الصحي اللي هو التواصل المجتمعي مع الناس التوعيتهم بأهمية تطعيم والتوعية بالكورونا وفيروس كورونا ونحن طبعا بلعا لتوجات وزارة الصحة وتعليمات السيد دكتور محمد زين ووكي وزارة الصحة نحن موجودين معنا عدد كبير من الفرج التطعيم في أماكن مختلفة في الكناسة في أماكن مختلفة على مستوى الإدارات الصحية كل إدارة الصحية معها فريق للتطعيم وفريق التسخيف الصحي موجود بوعي الناس في الأعادة لعيد الميلاد تنفيذ التعليمات وزارة الصحة ومعالي الوكيل وزارة الصحة بأسيوت الدكتور محمد زين بنشر وتجهيز فرق التطعيم ضد مرض الكورونا ونشر فرق التسخيف المجتمعي لحسن المواطنين المترددين على كنائس أسيوت للتطعيم ضد مرض الكورونا وكذلك تجهيز فرق في المعيدين العامة والمساجد نظر أن اليوم موافق الجمعة فبالتالي بننتهز أي فرصة تجمع للمواطنين لنشر فرق التطعيم وفرق التسخيف المجتمعي طبعاً دلوقتي من أهم الإجراءات الاحترازية ضد كورونا التطعيم هو اللي في إيدنا دلوقتي فأحنا في محافظة أسيوت هنا مطلعين في الأول كانت فرق سبتة دلوقتي اشتغلنا فرق سبتة وفرق متنقلة بيطلع فريق التطعيم ومعاي فريق التسخيف الصحي أو فريق التواصل المجتمعي ده بيبقى الغرض منه اللي احنا نوعي الناس يا جماعة بهمية التطعيم والطاعم دي أهم حاجة دلوقتي موجودة كل الناس دلوقتي بتنيدي بالتطعيم